قلت خدمة كوبرنيكوس ليتغير المناخية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن شهر الماضي هو ثاني أعلى شهور يوليوز ارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق وشارت كوبرنيكوس لأن شهر يوليوز الماضي شهد متوسط درجة حرارة عالمية قدره 16.91 درجة مئوية وقل بمقدار 0.04 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في يوليوز 2023 الذي يعد حالياً الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق هذا وقد شهد شهر يوليوز الماضي تأثيرات مدمرة نتيجة لتغير المناخ حيث تسببت موجات حرارة في وسط أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في عدة كوارت اشتركوا في القناة